السلام عليكم أصدقائي أهلا بكم في منهاج متروبول الكتاب الثاني سوف نبدأ الآن بحل التستة الأول من وحدة الشفرالار أو الشفرات وهي الوحدة الأولى في بداية الكتاب في وحدة الشفرات لدي داتا معطاة مجموعة أحرف تقابل مجموعة أشكال بالاعتماد على الداتا المعطاة يجب أن أوجد ما يقابله الكلمة المجهولة هنا نقوم فقط بإجراء عمليات مطابقة لاحظوا الأحرف المشتركة هي الاس والا والان ببساطة الاس تقابل النجمة إذن الاس تقابل النجمة إذن كلمتي ستبدأ بنجمة والا أو الا تقابل الدائرة المنقوطة وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بدائرة منقوطة دائرة منقوطة نرى الإجابات نقوم مع عمليات حذف للإجابات هنا لا تبدأ بنجمة بدأت بنجمة لم تنتهي بدائرة منقوطة بدأت بنجمة لم تنتهي بدائرة منقوطة وبالتالي لدي أنا بين البي والج ببساطة لاحظ أنه الان هنا تقابل المربع المفرغ لكن لم أستفيد من مفتاح الحل هذا بسبب وجود المربع المفرغ أستخدم طريقة نقضة الفرض أو نقضة الإجابة على فرض أنه الإجابة جي في الإجابة جي لدي أنا المثلث المظلل المثلث المظلل يقابل ماذا؟ يقابل الحرف تي طيب إذا قابل الحرف تي أنا في كلمتي لا يوجد حرف تي وبالتالي الإجابة جي محذوف والجواب هو بي في تمرين التالي أصدقائي لدي الأحرف المتطابقة بين الدات المعطاء والقيمة المجهولة أو البس بورد المجهول هي عبارة عن الآي والإس الآي تقابل الرقم ثلاث والإس تقابل الرقم ثمانية إذن هنا يبدأ برقم ثلاثة ثم ثمانية بالشكل التالي لاحظ أنه جميع الإجابات تحتوي على ثلاثة ثمانية في المركز الثاني والمركز الثالث وبالتالي هذا المفتاح غير نافع أقوم باستخدام طريقة نقضة الفرض لاحظ معي هنا أنه الرقم تسعة يقابل حرف N تسعة تقابل N وبالتالي أنا في كلمتي لا يوجد N وبالتالي أي جواب يحتوي على الرقم تسعة يكون جواب خاطئ هنا وجد الرقم تسعة جواب خاطئ هنا وجد الرقم تسعة جواب خاطئ طيب الآن أخذ حرف آخر وليكون الاثنان الاثنان هو حرف E هنا E تقابل الاثنين وبالتالي أي جواب يحتوي على الرقم اثنان يعتبر جواب خاطئ هنا يحتوي على الرقم خاطئ هنا يحتوي على الرقم خاطئ والإجابة هي J في التمرين التالي أصدقائي لدي مجموعة أحرف متضابقة والتي هي K-O-V أيضا موجودة هنا K-O-V ببساطة هي تقابل الاربع ثلاثة اثنين وبالتالي هنا أربع ثلاثة اثنان الـ S تقابل الواحد والـ K هي أربعة والـ I هي ستة وبالتالي أتابع عملية المطابقة لدي الـ A هي خمسة لهذا الشكل هنا الإجابة ثمانية طبعا تشيء ثمانية ثمانية خمسة ثمانية صفر الإجابة خاطئ هنا ستة ينتهي بستة هنا انتهى بأربع الإجابة خاطئة هنا ستة أربعة واحد اثنان ثلاثة هنا يجب أن يأتي أربعة أتى صفر الإجابة خاطئة ستة أربعة اثنان أتى اثنان هنا هنا يجب أن يكون واحد الـ S تقابل الواحد الإجابة بي خاطئة والجواب هو J في التمرين التالي أصدقائي أعطاه داتا بهذا الشكل هنا الإشارة الذي لا يمكن أن يطابق الذي لا يمكن أن يطابق إذن أبحث عنه ضمن الإجابات الذي لا يمكن أن يطابق التعبير التالي لاحظ معنا أصدقائنا فأنت أقول أنه S تقابل المثلث بهذا الشكل مثلث والـ E هنا أبحث عن الأحرف المشتركة إذن هنا إيضا يكون مثلث والـ E تقابل الزهرة بهذا الشكل نعم الآن جميع الإجابات لدي لاحظوا مثلث مثلث زهرة مثلث مثلث زهرة مثلث مثلث زهرة مثلث مثلث زهرة هنا أستخدم طريقة نقض الفرض أو نقض الإجابات لاحظ معي أختار إجابة وليكن أنظر أنه ال-E لاحظوا ال-E لاحظوا معي هنا الدائرة ماذا تقابل؟ تقابل حرف ال-A الدائرة تقابل دائرة المضللة تقابل حرف ال-H وأنا في كلمتي لا يوجد حرف ال-H لا يوجد وبالتالي الإجابة التي لا يمكن أن تطابق التعبير التالي هي E في التمرين التالي أصدقائي لدي نفس الإشارة لا وهي الذي لا يمكن أن يطابق لاحظوا معي هذه الإشارة معناها الذي لا يمكن أن يطابق معناها شوفوا أجموعة الأحرف هي جاهزة عندك ترتيب متطابقة لا وهي 5-7-9-8 كل كلمة لا تنتهي بـ 5-7-9-8 تعتبر إجابة خاطئة أو بساطة أقول لا يتقابل ثمانية وهنا تنتهي بستة هنا ينتهي جميعا بالثمانية وتنتهي بستة وبالتالي الذي لا يمكن أن يطابق أو الإجابة هي D في التمرين التالي أصدقائي الذي يطابق لاحظوا معنا عندي هون بهذا الشكل أقوم مثلاً أنظر إلى حرف ال-M ال-M هي تقابل الواحد إذن في هذا الموقع يجب أن يكون واحد لاحظوا هون أداة ثمانية خطأ نخذ تسعة خاطئ تسعة خاطئ تسعة خاطئ وبالتالي الإجابة هي A في التمرين التالي أصدقائي نقوم بإجراء مطابقة بشكل اعتيادي طبعاً لاحظ أنه هنا المطابقة ليست دائماً ذات فائدة لكن أنا كخطوة أولى يجب أن أقوم بعمليات المطابقة ال-B تقابل ال-K إذن كلمتي سوف تبدأ ب-K ال-I تقابل ال-E كلمتي الخانة الثانية أو المرتبة الثانية فيها هي حرف ال-E وال-A هي I بهذا الشكل لاحظوا الكلمة لا توجد جميع الإجابات قابلة أن تكون صحيحة لكن إذا نظرت أن الكلمة لدي لا يوجد تكرارية في حرف محدد يعني في المنطقة ال-A وال-E لا يوجد تكرارية الإجابة دي خاطئة والإجابة E خاطئة أنا مضطر الآن لأن أقوم بطريقة نقض الإجابة نقض الإجابة هنا الكلمة تحتوي على D وهنا الكلمة تحتوي على D لاحظوا معي أنه J تقابل D يعني كلمتي لا تحوي على حرف J وبالتالي من سابع المستحيل أن يوجد في الجواب حرف D وبالتالي الإجابة J خاطئة والإجابة A خاطئة والجواب هو B في التمرين التالي أصدقائي أيضا بهذا الشكل نقوم بعمليات جراء المطابقة الثلاثة تقابل تسعة إذن تسعة تسعة الواحد يقابل صفر صفر الاثنين تقابل واحد الأربعة تقابل خمسة خمسة أربعة تقابل خمسة الستة غير موجود كداتة معطا لنقوم الآن بحث الإجابات هنا إجابة خاطئة حكما تسعة تسعة واحد واحد هي لازم تكون صفر صفر الإجابة D محذوفة تسعة 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 واحد هنا أجد خمسة وبالتالي الإجابة D محذوفة تسعة تسعة صفر صفر واحد خمسة خمسة تسعة تسعة صفر صفر واحد خمسة خمسة لاحظ معي أنه هون لا يوجد تكرارية في هاي المرتبة يعني الرقم الثنين والرقم الثنين والرقم الثنين متمايزين بينما هون يوجد تكرارية وبالتالي B لا يمكن أن تكون إجابة والجواب هو J أصدقائي في هذا النوع من التمارين يجب الانتباه جيدا نقوم فقط بإجراء عمليات المطابقة كالمعتاد لدي المربع ليس ذو فائدة ليس موجود ضمن المجهول الكلمة المجهول التي يحتاجها شارط الاستفام أيضا ليس ذات فائدة المثلث يقابل دائرة من قوضة الدائرة البيضاء ليس ذات فائدة الدائرة السوداء تقابل المثلث المظلع شكل الرباعي معين وفي داخله نقطة هذا يقابل لا نهاية هذا الشكل يقابل هنا يقابل الأوبساين غير معرف غير معرف غير معرف هنا هذه الزهرة هنا تقابل الفاين نقوم بحث الإجابات هنا مثلث لا نهاية نجمة إجابة خاطئة هنا مثلث لا نهاية فاين أو بساين عفوا نجمة مثلث في تكرارية هنا وأنا كلمتي لا تحتوي على تكرار الإجابة دي خاطئة طيب هنا في الإجابة اي وفي الإجابة ج تنتهي بفاين هنا انتهت بنجمة الإجابة ج خاطئة الإجابة بي والإجابة اي نلاحظ أنه في الإجابة بي مثلا بي المثلث هنا هنا يجب أن يقابل دائرة سوداء يعني هنا يجب أن يكون دائرة سوداء حتى يخرج معي الجواب بي وبالتالي بي لا يمكن أن يكون إجابة والجواب هو إي في الشكل التالي أصدقائي لدي يوجد تكرارية في الأو هنا في هذا الموقع لكن في طريقة أبسط للحال لاحظ معي أن الأر تقابل هذا الرمز إذن أر يقابل هذا الرمز لنسميه مثلا رمز الثلج بهذا الشكل وبالتالي أنا لا يوجد لدي حرف R هنا أي إجابة تحتوي على رمز الثلج هي إجابة خاطئة هنا خاطئة 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 والجواب هو G في التمرين التالي أصدقائي لدي كلمة تقابل عدة أرقام لاحظ لدي 13504982 لا يوجد تكرارية وبالتالي نبحث عن الإجابات التي لا تحوي تكرارية هنا T مكرر إجابة خاطئة هنا A مكرر إجابة خاطئة هنا L مكرر إجابة خاطئة هنا L مكرر إجابة خاطئة وبالتالي الجواب هو A في التمرين التالي أصدقائي لديه التركيب التالي بهذا الشكل UKA تقابل 350 B تقابل 7 وبالتالي 7 350 لا يمكن أن يكون إجابة هنا 8 لا يجب أن تكون 7 وبالتالي لا يمكن أن تكون إجابة هنا لا يمكن أن تكون إجابة 7 350 يمكن أن تكون إجابة 7 350 يمكن أن تكون إجابة لاحظوا معي هنا أصدقائي أنه L تقابل الثلاثة U تقابل الثلاثة و L ليست مكررة هنا يعني الثلاثة لا يمكن أن تتكرر في الإجابة هنا لدي الثلاثة مكررة مرتين وبالتالي الإجابة هي A و G خاطئ في التبرين التالي أصدقائي نلاحظ أنه التكرارية فقط موجودة في موقع الحرف A هنا وهنا وهنا وبالتالي أي تكرارية أخرى تعتبر خاطئة لا يوجد تكرارية أخرى وأي عدم تكرارية في موقع A أيضا تعتبر إجابة خاطئة إذن لاحظ هنا واحد هنا سبعة وهنا واحد لا يوجد تكرارية في الأي خاطئة هنا واحد 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 يوجد تكرارية في الأي لكن في نفس الوقت لاحظوا معي التسعة مكررة أنا ليس لدي في كلمتي مواقع التكرار في التسعة وبالتالي D تعتبر خاطئة هنا لدي ستة 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 تكرارية في موقع A صحيحة لكن لدي في نفس الوقت لاحظوا معي الأثنان مكررة وأنا في كلمتي لا تحتوي على تكرار آخر غير الأي وبالتالي إجابة A تعتبر خاطئة هنا أيضا لدي صفر واحد صفر لا يوجد تكرارية في الأي وبالتالي D خاطئة والجواب هو B التمرين الأخير في التستة الأول لاحظة لدي هنا تطابق في منطقة A لاحظوا معي ولا يوجد تطابق آخر هنا المطلوب الذي لا يمكن أن يساوي هنا يوجد تطابق في منطقة A ولا يوجد تطابق آخر صحيح هنا لدي تطابق في الموقع الثاني والموقع الرابع في A ولا يوجد تطابق آخر جواب صحيح هنا يوجد تطابق في الثاني والرابع يعني في منطقة A وبالتالي لا يوجد تطابق آخر والجواب B أيضا يعتبر إجابة صحيحة في G تطابق في الثاني وتطابق في الرابع في منطقة A وبالتالي إجابة G أيضا صحيحة يعني يمكن أن تطابق هنا يوجد لدي تطابق تطابق لكن نلاحظ أصدقائي لدي تطابق آخر أو تكرار آخر وبالتالي هنا لا يوجد لدي بين الزد والإن تطابق لا يوجد تكرارية وبالتالي الإجابة هي الإجابة الصحيحة التي لا يمكن أن تطابق الفرض المعطى وشكرا لكم